بأساليب رمزية مختلفة ففي سوريا رمز الفينيقيون إلى أطوار عشتار الثلاثة بثلاثة أعمدة متفاوتة الطول يعلوها الهلال أو بثلاثة أعمدة يتخذ كل واحد منها هيئة صليب يعلوه هلال وقد يرسم القمر على شكل دائرة تحتوي على ثلاثة أهلة يرمز كل منها لطور من أطواره كما هو الأمر في بعض النقوش البابلية وعندما تحول القمر إلى إله مذكر في بلاد الرافدين تحت اسم سن بقيت الأعمال التشكيلية تعبر عن وجوهه الثلاثة ففي ختم بابلي تظهر الأطوار الثلاثة للإله سن حيث نجد إله القمر جالسا في الوسط حاملا قرص البدري يحيط به الهلال وأمامه حيوان مقبل يشير إلى القمر المتزايد ووراءه آخر مدبر يشير إلى القمر المتناقص إضافة إلى هذه الرموز التشكيلية فإن الأمة القمرية قد صورت أحيانا في هيئة مثلثة كما هو الحال في نقش بابلي يظهر الأطوار الثلاثة للقمر حيث يمثل الإلهة الإغريقية أرتميس هيقات بثلاثة رؤوس يلتفت أولها إلى اليمين دلالة القمر المتزايد والثاني نحو الأمام دلالة القمر التام والثالث إلى اليسار دلالة القمر المتناقص ويتعلق بيدها اليسرى كلب الجحيم الضاري واثبا على قائمتيه الخلفيتين هذا وسوف ندرس مزيدا من الأعمال التشكيلية المعبرة عن ثلاثية الأم القمرية في فصل عشتار السوداء اللاحق وقد يؤدي تثليث سيدة القمر إلى عبادتها في ثلاثة أشكال كما هو الحال في الأم الكبرى لحضارة السلت برجيت كانت برجيت أم الآلهة وسيدة الطبيعة من ألقابها الأم الطيبة وكانت أيضا أم قمرية تدعى بي المتألقة وبي مونا وهو الإسم الذي بقي قائما في اللغات الأوروبية للدلالة على القمر وقد عبدت هذه الإلهة في ثلاث إلهات اسم كل منهن برجيت فكانت ديانة السلت والحالة هذه توحيدية وتثليثية في آن معا وفي الفترات المسيحية الأولى اختلطت هذه الإلهة بالسيدة مريم فدعاها البعض بمريم القوليين نسبة إلى القول من سكان فرنسا القدماء كما دعيت بأم المسيح وربما كانت الثليث الأم الكبرى لجزيرة العرب هو الذي أدى إلى انقسامها إلى ثلاثة هن اللات والعزة ومنا اللواتي كن أعلى آلهة العرب شأنا وكان اسمهن يذكر أثناء الطواف حول الكعبة في تهليلة معروفة يقول مطلعها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى وقد ذكر القرآن الكريم في تعريضه بالمعتقد الجاهلي الشطر الأولى من هذه التهليلة ورغم استقلال كل قبيلة عربية بعبادة واحدة من هذه الإلهات فإن كل إلهات على حدة كانت تظهر خصائص تثليثية واضحة ففي كتاب الأصنام لابن الكلبي نقرأ عن تثليث الأم العربية الكبرى إن العزة قد عبدت مجسمة في ثلاث شجرات من شجر السمار بواد اسمه حراض وتقول الروايات أن الرسول قد أمر خالد بن الوليد بهدم بيت العزة وقطع سمراتها الثلاث فأتاها فقطع الشجرة الأولى ثم الثانية وعندما هم بالثالثة خرجت عليهم رأة حبشية عريان نافشة شعرها واضعة يدها على عنقها تصر بأنيابها وخلفها سادنها ينشد أعزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد القي الخمار وشمري فقال خالد يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ثم ضربها ففلق رأسها وقتل السادن وقطع الشجرة ثم أتى رسول الله فأخبره فقال تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب أما إنها لن تعبد بعد اليوم وقد حاول الفن المسيحي اتباع أسلوب التثليث في رسم المسيح إلا أن الكنيسة كانت ضد هذا الاتجاه في أحيان كثيرة لأنها رأت فيه نوعا من الوثنية المقنعة وقد قام البابا أوريان الثامن عام 1628 بإزاحة هذا النوع من التماثيل أو التصاوير من كنائس إيطاليا وأمر بإحراقها علنا إلا أن بعضها قد بقي قائما حتى فترات قريبة جدا هذا وقد عبدت الأم القمرية من خلال رمز الكتلة الحجرية فالصخر الذي هو رمز الأرض هو في الوقت نفسه رمز للقمر وكان لون الحجر الذي تعبد فيه عشتار يعكس طورها المنير أو طورها المظلم فالأم الكبرى لجزيرة العرب كان لها أكثر من حجر مقدس من ذلك الحجر الأسود للإلهة منا التي كانت تعظمه العرب وخصوصا الأوس والخزرج ولم تزل على ذلك حتى خرج رسول من المدينة عام الفتح وبعث عليا فهدم الحجر وكان للات حجر مربع أبيض في الطائف هدمه المغيرة بن شعبة وكان للأم الكبرى لأسيا الصغرى سيبيل حجر مقدس أسود في مقر عبادتها الرئيسي في فرجيا نقله الرومان إلى عاصمتهم في احتفال تاريخي مشهود أرخى لانتقال عبادة سيبيل إلى روما وسوف يأتي حديث هذا الحجر بتفصيل أكثر في موضع لاحق وعشتار الكنعانية كان لها حجر أبيض في بيبلوس ومثله في قبرص وقد يتحول شكل الكتلة الحجرية إلى عمود متطاول أو مخروطي يظهر في النصب أو المنحوتات البارزة وقد علاه هلال القمر والصليب يظهر رمز الصليب أكثر طباطا بالأم الكبرى في تجليها القمري فخطا الصليب المتقطعان ربما يرمزان إلى الامتداد اللانهائي للحضور الإلهي وإلى شمولية الأم الكبرى وإذا كان الصليب قد وجد مرسوما على جدران المعابد النيوليتية ومنقوشا على خزفيات تل حلف وسامراء فإن الأم الكبرى نفسها قد نحتت وصورت في هيئة الصليب كما هو الأمر في مستوطنة شتال حيوك التي صورت فيها الأم الكبرى بالطريقة الكلاسيكية المعروفة لذلك العصر وبطريقة تبسيطية رمزية ففي النوع الثاني يشكل جسم الإلهة خط الصليب العمودي بينما ترسم الذراعان خطه الأفقي أما الساقان فمبسوطتان على مدهما ومتقاطعتان مع الجسم الذي لا يظهر من تكوينه الواقعي سوى السرة ومع مطلع وصور الكتابة يتابع الصليب اقترانه بالقمر ففي أهرمات الجيزة عثر على أشكال زخرفية تمثل الأم الكبرى في هيئة الصليب الذي يعلوه الهلال حيث استبدل الرأس بالهلال وهذه الأشكال استمرار للصلبان الزخرفية التي وجدت على جدران معابد شتال حيوك وفي بلاد الرافدين كانت شارة عشتار البابلية عبارة عن دائرة مكتملة يعلوها صليب وهذه الشارة بالذات هي التي استعملها الفن الديني المصري للدلالة على الحياة الأبدية والتي لا يخلو منها رسم أو تمثال وفي جميع حضارات الشرق الأدنى والبحر المتوسط يقترن الصليب بالهلال أو يستعمل كرمز تبادلي له فقد يرتكز الهلال على قمة الصليب في النصب المقدسة والنقوش وقد نجد الصليب إلى جانب الهلال أو في وسطه هذا وقد استمدت الرموز المسيحية هذا التكوين حيث نعثر على الهلال الذي يرتكز في وسطه عمود أو صليب في بعض الكنائس اليونانية الأولى لم يقتصر رمز الصليب على الحضارات القديمة وبعض الديانات العالمية بل نراه رمزا قائما لدى كثير من الديانات البدائية الحديثة فالهنود الحمر في كاليفورنيا يمثلون الأمة الكبرى وقد امتدت أطرافها الأربعة على هيئة الصليب وتتخذ قبائل هندية أخرى الصليب كرمز للاتجاهات الأربعة والرياح الأربعة ويضع أفراد قبائل المورى الصليب في أعناقهم كرمز للأمة القمرية وفي جزيرة إستير المهجورة في المحيط الهادئ والتي لا تحتوي سوى على تمثيل ضخمة لم يعرف صانعها نجد الصليب محفورا في مواضع مختلفة من تلك التماثيل وتسود لدى قبائل بداية كثيرة عادة رسم الصليب على الأشجار لتحميهم من الأرواح الشريرة كما يرفعون الصلبان في مكان تقديم ذبائحهم للقمر لقد رافق صليب الأم السورية الكبرى الإنسان منذ بدايات مغامرته الروحية الكبرى وما زال قائما بيننا يؤكد وحدة التجربة الروحية للبشرية عبر العصور سيدة الوقت، سيدة الأقدار والمصائر كانت حركة القمر الشهرية بالنسبة للإنسان القديم هي المؤشر الوحيد على مرور الزمن فكان مرور الأيام يحسب بالليالي ومرور الشهور يحسب بظهور القمر الجديد وانقضاء العام يحسب بانقضاء 12 قمرا متتاليا ولم تكن حركة القمر هذه مجرد ساعة كونية ترصد الوقت بل كانت بالفعل هي التي تصنع حركة الزمن فالأم القمرية الكبرى هي التي ابتدأت زمن الكون المنظم بعد أن خرجت به من أزمان الهيولي الأولى وهي سيدته القيمة على استمراره وتدفقه ورغم غلبت الآلهات الشمسية على سيدة القمر القديمة فإنهم لم يستطعوا السيطرة على الزمن ولم يضعوا تقويمهم وسنتهم الشمسية إلا في وقت متأخر جدا من تاريخ الحضارة حيث بقي التقويم القمري الأداة الوحيدة التي استخدمها الإنسان لحساب الوقت وترقب حركة الفصول فها هو مردوخ بعد قتله الأم الكبرى في أسطورة التكوين البابلية يؤكد سيطرته على القمر ويأمره أن يبقى مقياسا للوقت يقول ثم أخرج القمر فسطع بنوره وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة وليعين الأيام أن اطلع كل شهر دون انقطاع مزينا بتاج وفي أول الشهر عندما تشرق على كل البقاع ستظهر بقرنين يعينان ستة أيام وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك وفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرا في كبد السماء لقد كان البابليون يمثلون شهور السنة القمرية بأبراج السماء الاثني عشر التي أسموها منازل القمر كما أطلق اسم زونار السيد عشتار على دائرة الأبراج التي يقطعها القمر أثناء عبوره في السماء ومثلهم في ذلك كل شعوب الحضارات القديمة التي بقيت على تقويمها القمري إلى أن تم اكتشاف التقويم الشمسي فتحول البعض إليه وحافظ البعض الآخر على التقويم القمري حتى العصر الحديث كالشعوب الإسلامية التي ارتبطت الشهور القمرية عندها بالعبادات والمناسبات الدينية نقرأ في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج كما نقرأ أيضا عن وظيفة القمر كمؤشر للوقت حيث يقول تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم عن هذه الآية يقول تفسير ابن كثير أي جعلناه يسير سيرا يستدل به على مضي الشهور وفي اللغات الحديثة نجد آثارا باقية من توقيت القمر وحساب الأيام بالليالي ففي اللغة الإنجليزية ما زالت كلمة فورتنايت تستعمل للدلالة على أسبوعين والكلمة اختصار ودمج لكلمتين هما فورتين التي تعني أربعة عشر ونايت التي تعني ليلة وفي كثير من التعبير ما زالت كلمة مون أي قمر تستعمل للدلالة على الشهر من ذلك مثلا كلمة هانيمون التي تعني ترجمتها الحرفية قمر العسل ولكن المعني بها شهر العسل وفي العربية ما زلنا نقول سأقضي ليلتين في هذا المكان بمعنى سأمكث يومين فإذا عدنا إلى القواميس نستطيع أصل كلمة الشهر لوجدناه في ظهور القمر فشهر الشيء إظهاره وإخراجه وذلك كقولنا شهر سيفه أي أخراجه من غمده والشهر هي وضوح الأمر وفي القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم إن الشهر كعدد من الأيام لا تمكن مشاهدته وإنما يشاهد القمر عند ظهوره وقد استعملت هذه الكلمة هنا بمعنى مزدوج للدلالة على القمر وعلى أيام الشهر القمري يستتبعه سيطرة عشتار على الزمن سيطرتها على الأقدار والمصائر والنهايات في لحظة الميلاد يكتب للإنسان مسار حياته وتحدد ساعة فنائه وفي نسيج الحياة تغرس الخالقة خيط الموت وفي بداية الأزمان ظهرت المادة من غياهب الهيولي ومن المادة البدائية الخام انبثقت مظاهر الكون المرتب من الأدنى إلى الأعلى ومن البسيط إلى المركب نسجت الأم الكبرى مادة الكون في رحمها بإحكام وأطلقتها إلى الخارج ثم تابعت في رحمها الأرضي المظلم وفي رحم وكيلاتها النساء حبك نسيج التعضي الحي وإظهاره مكتملا ولكن خيط الحياة مجدول بخيط الموت وبداية الأشياء تقود إلى نهاياتها وناسجة الحياة هي ناسجة المصائر والنهايات إن تيار الحياة الدائم الجريان أشبه بنهر متدفق محكوم بحركته الداخلية تحمل مياهه من نبعه إلى مصبه حيث يتلاشى في خضم المحيط الواسع عائدا إلى رحم المياه البدائية الأولى لهذا كانت عشتار في ميثيولوجيا كل الحضارات تحمل ألواح الأقدار وهي الألواح المحفوظة التي نقشت عليها مصائر الأشياء والأحياء والتي اغتصبها الإله الذكر بعد جره الأمة الكبرى عن عرشها السماوي نقرأ في ملحمة التكوين البابلية في مشهد استعداد الأم تعامل لقاء مردوخ في ساح المعركة ومن الجيل الأول للآلهة في مجلسها اختارت كينغو وجعلته عليا وعظيما وضعته أمام جيشها قائدا فيشهر السلاح للمعركة ويبدأ الصراع ثم أسلمت إليه ألواح الأقدار وزينت بها صدره قائلا سيكون أمرك نافذا وكلمتك ماضية ولكن النصر يكون أخيرا لمردوخ الذكر الذي يصرع تعام في مجابهة ثنائية ثم ينثني على جيشها فيشتت شمله ويقبض على قائده فيسلبه ألواح الأقدار التي أودعتها الأم بين يديه أما كينغو الذي وضع رئيسا عليهم فقد كبله وأسلمه إلى إله الموت جرده من ألواح الأقدار التي حازها دون حق فمهرها بخاتمه وزين بها صدره ثم عاد إلى تعام المقهورة وقف على جزئها الخلفي وبهراوته العتية فصل رأسها وقطع شراين دمائها التي بعثرتها ريح الشمال إلى الأماكن المجهولة وها هي إنانا تشد إلى وسطها ألواح الأقدار قبل أن تهبط إلى العالم الأسفل شدت إلى وسطها لوحات الأقدار السبع وبقية الأقدار المقدسة جعلتها إلى يدها وعندما تبدأ بهبوط درجات العالم الأسفل وتخلع عند كل درجة جزءا من ثيابها وزينتها لا يورد النص ذكرا لألواح الأقدار ولا يشير إلى قيام عشتار بخلعها والتخل عنها وفي هذا دلالة على أن ألواح الأقدار ليست ألواحا مادية يمكن حملها باليد أو شدها إلى الوسط فعلا بل هي رمز إلى خصيصة من خصائص الأم الكبرى كسيدة للمصائر وتشير بعض أسماء الأم الكبرى إلى علاقتها بالقدر والمصير فلقد رأينا أن الأم الكبرى لجزيرة العرب قد عرفت بأسماء ثلاثة هي اللات والعزة ومنا عن هذه الأسماء ومعانيها نقرأ في القواميس العربية أن اسم اللات هو مؤنث لفظ الجلال الله والعزة من العزيز أما منا فالاسم في اعتقادنا مشتق من المنية وقد استعمل العرب كلمة المنية بمعنى الموت ولكنها في الحقيقة لا تعني الموت بحد ذاته بل صفة له باعتباره أمرا مقدرا لا مهرب منه هذه السيطرة على المصائر والأقدار قد أعطت الأم الكبرى في جميع الحضارات اسم النساجة وأيضا الغزالة فهي التي تحيك النسيج الحياة وتغزل خيط القدر وهي إذ تحضر إلى سرير الميلاد كربة للولادة فإنها في نفس الوقت تحضر كسيدة للمصير وتكتب لكل مولود أقداره ولا يقتصر دورها على قيادة مصائر البشر بل هي التي تغزل أيضا خيط أقدار الكون برمته وقد مثل الفكر الأسطوري هذا الجانب من جوانب الأم القمرية بربات ثلاث هي ربات القدر يظهرن في فن بلاد الرافدين واقفات على تيس ذي قرنين كبيرين وفوقهن يتوسط الهلال المشهد وفي الثقافة الإغريقية يظهرن تحت اسم الموريا ربات القدر الثلاث المولودات من الليل البدئي اللواتي يحلقن فوق آلهة الأوليمب وتبدو أفروديت نفسها في بعض أشكالها ككبرى الموريا الثلاث والسيدة مريم العذراء تصور في كثير من الأيقونات البيزنطية التي تعالج قصة البشارة وقد أمسكت بيدها خيطا يمر من وسط جسدها ملفوفا على مغزل وموضوع البشارة من أحب الموضوعات الدينية إلى قلب صانعي الأيقونات البيزنطية وأكثرها انتشارا نظرا لأهمية سر التجسد في المعتقد المسيحي ونتائجه الخلاصية ويورد لنا دليل التصوير الأثوسي التقنية التي يترتب على الرسام اتباعها في رسم هذه الأيقونة تمثل العذراء جالسة على عرش مواجهة الملاك أو مديرة ظهرها قليلا ناظرة إليه أو خافضة عينيها تتأمل تمسك بيدها اليسرى الموضوعات على ركبتها خيط حرير أحمر ملفوفا على مغزل يمر بين سبابة وإبهام يدها اليمنى الموضوعات على صدرها وفي أعلى الأيقونة دائرة قاتمة تحوم وسطها حمامة بيضاء رمز الروح القدس وتنحدر منها ثلاثة أشعة نور على البتول القديسة وفي بعض لوحات عصر النهضة تظهر بوضوح علاقة الخيط الذي تغزله العذراء بخيط القدر ففي إحدى هذه اللوحات وهي من ألمانيا القرن الرابع عشر تظهر السيدة جالسة إلى مغزل وقد أمسكت بيديها خيطه الذي يتقاطع عند سرتها مع دائرة تحتوي الجنين الإلهي تستمر الأسطورة دائما حية في الخيال الشعبي بعد زوال تأثيرها الديني والروحي من خلال الحكاية الفلكلورية وحكايات الأطفال فبعد تفكك الأسطورة العشتارية لم يبق من الأم الكبرى سوى جانبها السالب المعتم الذي ما فتئت الأسطورة الذكرية تكرسه وتفرزه عن بقية الوجوه العشتارية حتى لم يبق من عشتار سوى جنية الظلام والغول والنهال والساحر العجوز وقد استمر مغزل عشتار متداولا إلى يومنا هذا في حكايات الساحرات الشريرات اللواتي يغزلن به دوما المصائر السوداء وفي إحدى قصص الأطفال المتداولة حاليا في بلادنا يرزق أحد الملوك بابنة جميلة بعد عقم طويل فيقيم احتفالا كبيرا يدعو إليه نبلاء الدولة وأعيانها وكان في البلاد إثنتا عشرة ساحرة كلهن طيبات إلا واحدة كان همها الأذى وتدبير الشر دع الملك الساحرات الطيبات إلى الحفل وأخذت كل واحدة منهن تهيب الفتاة نعمة من النعم فأعطتها إحدهن الجمال والأخرى الصحة والثالث الخلق الحسان وهكذا حتى تنتهين عند ذلك هبت على المكان عاصفة قوية ودخلت الساحرة الشريرة العجوز فوقفت عند سرير الطفلة مقدمة بدورها هديتها فقدرت على الفتاة أن تموت بوخزة من إبرة المغزل أمر الملك بإحراق كل المغازل في الدولة لكي لا تتحقق النبوءة ولكن الساحرة استطاعت بمكرها وبعد سنوات من الدأب أن تضع في طريق الصبية مغزلا فأمسكت به وماتت إن حضور الساحرات لاثنتين عشرة إلى سرير الميلاد في هذه الحكاية هو تكرار للحضور العشتاري القديم في لحظة الميلاد كربة للولادة وسيدة للمصير وما نطقت به الساحرة الشريرة ليس في الواقع إلا تكملة طبيعية لما نطقت به الساحرات الطيبة هنا رسمنا مسار حياتها الأبيض وعيننا لها الصفات والخصائص الطبيعية المولودة معها وهي غرزت خيط مغزل القدر في نسيج الحياة ورسمت مصيرها الأسود مصير كل كائن حي أما حصر عدد الساحرات باثنتين عشرة فلأن هذا الرقم بالتحديد يمثل الزمن الذي يحمل في طياته وجريانه المصير إنه عدد شهور السنة وهو المثلث القمري مضروبا في أربعة وعدد شهور الفصل الواحد مضروبا بعدد فصول السنة عشتار كوكب الزهرة توجت الثقافة الذكرية انتصارها بإجلاء عشتار عن القمر وإعطائها كوكب الزهرة ثالث الأجرام المنيرة في السماء وصار القمر تجسيدا لإله مذكر هو الإله سن في بلاد الرافدين وأشباهه في الثقافات الأخرى وفي الثقافات التي بقي القمر فيها تجسيدا لإلهة أنثى فإن مكانته في العبادات والأساطير قد أنزلت إلى المرتبة الثانية وبقيت إلهته ثنوية كما هو الأمر في الثقافة الإغريقية التي تركت في القمر وجها عشتاريا باهتا هو الإله سيلين أطلق البابليون اسم عشتار على كوكب الزهرة ولم يكن يعرف إلا بهذا الاسم والكنعانيون أطلقوا عليه اسم عستارت واليونان أفروديت والرومان فينوس وأفروديت أو فينوس ليست في الحقيقة سوى عشتار الكنعانية التي جاءت إلى قبرص مع الفينقيين إبنى سيادتهم على البحر المتوسط ويجمع دارسه الميثيولوجيا الإغريقية على أن اسم أفروديت يرجع إلى أصول سورية وإن عبادتها انتقلت من قبرص إلى سائر أنحاء بلاد اليونان والرومان وإنها كانت في الأصل إلهة لخصب الأرض والطبيعة بكل مظاهرها ثم اقتصرت وظيفتها على الحب بشتى أنواعه تحكي أسطورة مولد أفروديت الكثيرة الزخارف عن أصلها القبرسي فتقول أن الإلهة كرونوس قد تمرد على أبيه أورانوس وقام بمساعدة أمه جايا على إخصاء الأب ورمى بأعضائه التنسلية في البحر فأخصبت الماء المالحة مكونة زبدا أبيض انبثقت منه أفروديت التي خرجت إلى شاطئ القبرس تتمختر في أبها شكل أنثوي وقع عليه بصر إنسان أو إله من قبل وعند العرب ارتبط كوكب الزهرة بالأم العربية الكبرى وكانوا يعبدونه لدى ظهوره ويسمونه العزة كما كانوا يتفألون لرؤيته ويعتقدون بقدرته على جلب الحظ وإشاعة السرور والسعادة ونسبوا إليه دوافع العشق والجنس عند البشر وأسموه كوكب الحسن وتروي أساطير المنطقة في الفترات المتأخرة بأن كوكب الزهرة كان امرأة جميلة فاتنة تعيش على الأرض قبل أن تصعد إلى الأجواء العليا وتتحول إلى ذلك الكوكب الأحمر البراق من ذلك مثلا ما نقرأه في تفسير الطبري عن الملكين هاروت وماروت ورغم أن القرآن الكريم قد أورد اسم الملكين دون الإشارة إلى أي قصة تتعلق بهما فإن خيال المفسر قد استمد قصصا كانت شائعة ومتداولة في ذلك العصر وتعود في أصولها إلى أساطير قديمة فالملائكة كما أورد الطبري قد أخذت تشكو فجور البشر وضلالهم بعد آدم فأراد الله ابتلاء الملائكة فأرسل ملكين من أكثرهم نقاوة هما هاروت وماروت وأنزلهما إلى الأرض ليأمراب المعروف وينهيا عن المنكر ولكن امرأة فائقة الحسن والجمال عرضت لهما فأقبل عليها وروداها عن نفسها فأبت واشترطت عليهم الخروج عن دينهما وعبادة الأوثان فامتنعا ثم أتياها ثانية فتمنعت واشترطت عليهم ارتكاب إحدى معاص ثلاث فإما عبادة الأوثان أو قتل النفس أو شرب الخمر فاخترى شرب الخمر فسقتهما حتى لعب برأسيهما فواقعاها هنا مر بهما رجل فخاف افتضاح أمرهما فقتله ثم إنهما أرادا العودة إلى السماء فما استطعا فطلبت منهما المرأة تعليمها الكلام الذي يصعدان به إلى السماء ففعل فعرجت ولكنها بقيت معلقة هناك على هيئة كوكب الزهرة وكما نستطيع أن نلاحظ بسهولة فإن شخصية المرأة في الرواية تحتوي على أثار دارسة من بعض الجوانب شخصية الإلهة عشتار كإلهة للحب والجنس وككوكب الزهرة كما أن في قيام الملكين بشرب الخمر إشارة إلى طقوس السكر التي ارتبطت بعبادتها والأدعية المريمية حافلة بأوصاف السيدة العذراء باعتبارها النجمة ونجمة البحر ونجمة الصبح نقرأ في صلاة للقديس بيرنردوس بعنوان يا نجمة الصبح إن ثارت عليكم رياح التجارب أو صدتكم المحن فالتفتوا إلى النجمة وادعوا مريم وإن أحاقت بسفينتكم القلقة أمواج الغيظ أو البخل أو الشهوة فارفعوا النظر إلى مريم لقد لفت نظر الكنعانيين تحول عشتار من نجمة للمساء تظهر عندما غيب الشمس إلى نجمة للصبح تستع بنورها الأحمر قبل طلع الشمس فكان ظهرها الصباحي بشارة الميلاد وتجدد الحياة لذلك كانوا يحتفلون ببعث الإله أدونيس ابن الأم الكنعانية وحبيبها في اليوم الأول الذي تظهر فيه عشتار كنجمة للصبح في الربيع إذ كان ظهرها بشارة بإسراعها لإيقاظها الإله الميت ورفعه من العالم الأسفل وقد ظهرت هذه النجمة مرة أخرى في نفس الأماكن التي كانت تحتفل بميلاد أدونيس لتبشر بميلاد السيد المسيح نقرأ في العهد الجديد ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيردوس الملك إذ مجوس من الشرق قد جاءوا إلى أرشاليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمة في الشرق وأتينا لنسجد له فلما سمع هيردوس الملك اضطرب وجمع أرشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب حينئذ دعا هيردوس المجوس سرا وتحقق من زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتمه فأخبروني لكي آتي وأسجد له أيضا فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع أمه مريم فخروا وسجدوا له لقد كانت بلدة بيت لحم من المراكز الهامة لعبادة أدونيس وفوق المغارة التي ولد فيها المسيح قام الإمبراطور أدريان بوضع تمثال للإله أدونيس ليمحو ذكر المسيح ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يظهر في السماء كوكب الأم الكبرى ليرعى الميلادين الأم القمرية أم واحدة لم يتم بالفعل تحطيم صورة الأم الكبرى وتشتيتها إلى صور مختلفة تحت أسماء متعددة إلا على النطاق الديني الرسمي لأن صورتها الأولى كأم واحدة للكون والبشر قد استمرت في الضمير الشعبي واستمرت معتقداتها وتقوسها وعباداتها قائمة إلى جانب العبادات الرسمية ثم تحولت في الفترات المتأخرة إلى عبادات سرية تمارس في الخفاء كما سنشرح ذلك مفصلا في فصل لاحق مستقل وها هو الكاتب الروماني أبو ليوس الذي دخل في ديانة إزيس بعد شيوعها في الإمبراطورية الرومانية وصار أحد كهنتها سنة 200 بعد الميلاد يعلن في كتابه الكلاسيكي المشهور The Golden Ass وحدة التجليات العشتارية جميعا في الأم القمرية الكبرى الذات الإلهية الواحدة التي تختصر كل الآلهة والآلهات وفي النص الذي سأنقله فيما يلي تظهر عشتار بكل أبهتها وعظمتها للنبيل لوكيوس تلبية لدعواته وصلواته وترفع عنه لعنة السحر الذي حوله إلى حمار سنوات طويلة لم يمضي وقت طويل حتى هزني خوف مفاجئ فتحت عيني ورأيت قمرا بدرا متألقا يطلع من البحر في هذه الأوقات السحرية تستكمل إلهة القمر السيدة الوحيدة للجنس البشري قوتها وجلالها إنها الإلهة المشعشعة التي تسند بقواها المقدسة كل الموجودات الحية والجمادات والتي يحكم مدها وجزرها إيقاع الحياة في كل الأجسام سواء في الأرض أم في الهواء أم تحت البحار كنت أعلم ذلك كله ولذا فقد انتويت أن ألجأ إلى تجل الإلهة المرئي فلعل أهلها تلحظ قد قررت أخيرا أنني عانيت من الآلام ما يكفي وأن فرصتي للخلاص قد لاحت قفزت من مكاني ونزلت إلى البحر حيث تطهرت سبع مرات ثم توجهت إلى الإلهة بهذه الصلاة وكل أمل وفرح ودموعي تغمر وجهي يا ملكة السماء المباركة بأي اسم تحبين أن أدعوك هل أدعوك سريس أم المحاصيل التي لعثورها على ابنتها بيرسفوني أعطت الناس قمحا وخبزا بعد أن كانوا يلتقطون جذور البلوط البسيط طعاما هل أدعوك فينوس النورانية التي منذ بدء الخليقة جمعت بين الذكر والأنثى برباط الجنس والحب فقدرت بذلك استمرار نسل البشر إلى الأبد هل أدعوك أرتميس أخت أبولو المنير مخففة آلام النساء عند المخاض هل أدعوك بيرسفوني المخيف التي يصرخ إليها البوم في المساء ذات الوجه الثلاثي الذي يرعب الأشباح ويتركهم تحت الأرض يا إلهتي يا من ترتعين في غابتك المقدسة ويتعبدك الناس بطقوس مختلفة متنوعة يا من ترسلين ضوءك الأنثوي فينير جدران كل مدينة وشعاعك الرقيق فيغذي البذور تحت التربة يا من تحكمين مسار الشمس وقوة شعاعها أتضرع إليك بأي اسم وبأي وجه أو هيئة وبأي تقوس رأفة بي وبيأسي أن عشي آمال المحطمة وهبيني أمنا وسلاما بعض طول العذاب أو فهبيني نعمة الموت عندما أنهيت صلاتي وأفرغت ما في صدر المثقل عدت إلى مكاني حيث عاودني النعاس وقبل أن أغلق أجفاني بدأ خيال امرأة يطلع من وسط البحر كان لها وجه لو رآه معي جميع الآلهة لسجدوا تعبدا لجماله طلع رأسها أولا ثم أخذ جسدها لألأ يظهر تدريجيا حتى انتصبت أمامي بتمامها فوق سطح الماء إن الكلام البشري لا يعجز عن وصف ما رأيت ولكن لعل الآلهة نفسها تسعف خيالي بنفحة شعرية تكفي لإعطاء ومضة مما شهدت عيني كان شعرها الطويل الغزير ينسدل جدائل مستدقة الأطراف على عنقها الجميل فوقه إكليل شبكت إليه كل أنواع الورود وحول الرأس قرص نوراني يستع كمرآة أو كوجه القمر البهي مما أنبأني عن حقيقتها وكان أفعوانان ينتصبان من يديها اليمنى واليسرى ليسند ذلك القرص إلى جانبه ما تنطلق سنابل القمح أما ثوبها فمن قطن متعدد الألوان بين أبيض ناصع زعفراني هو أحمر متقد مزينة حواشيه بأصناف الزهور والفاكهة تتعلق به وتتأرجح مهتزة مع النسيم فوق الثوب عباءة ذات سواد لماع تتقاطع مع جسدها من الورك الأيمن إلى الكتف الأيسر ذات طيات كثيرة مطرزة بالنجوم عند الأطراف وفي الوسط منها يشرق قمر ناري ملتهب وفي قدميها نعل من ورق النخيل ابتدأت الإلهة كلامها إلي ففاحت كل عطور الجزيرة العربية وملأت الجو قالت أنا الطبيعة الأم الكونية وسيدة الموجودات جميعا ابنة الزمن البدئية وربة كل شيء حي ملكة الأموات وملكة أهل الخلود أنا التجل الأوحد لكل الآلهة والإلهات حاكمة السماوات العليا وبحار الأرض والعالم الأسفل يعبدني الجميع في وجوه متعددة وتحت أسماء كثيرة ويتقربون إلي بطقوس مختلفة في جميع أرجاء الأرض يطلق علي الفرجيون اسمى بيسنيوتيكا أم الآلهة والأثنيون أرتميس وفي قبرص أنا أفروديت وفي كريت ديكتينا وفي سقليا بيرسفوني وفي إلسيوس الأغريق أنا أم القمح البعض يدعونني جونو والبعض بيلونا سيدة المعارك والبعض هيقات والبعض رهام نوبيا أما الأثيوبيون الذين تشرق الشمس من أرضهم والمصريون المتفوقون في الحكمة القديمة فيدعونني باسم الحقيقي المالكة إيزيس ويعبدونني بالطقوس اللائقة بي الفصل الرابع عشتار الخضراء وقف إنسان الكهف سنين طويلة يرقب بوجل في الليالي العاصفة المدلهمة ألسنة النيران المتصعدة من الأشجار التي تضربها الصواعق لقد رأى في النار قوة إلهية غمضة تنبعث من داخل الشجر ورأى في لونها لون القمر المشعة نفسه فكانت النار بالنسبة إليه قبسا من قوة القمر أودع في الحياة النباتية به يعيش العشب والشجر فإذا استلب منه زال وناله الفناء متحولا إلى رمد ثم تعلم بعد ذلك كيف يستثير تلك القوة من مكمنها عن طريق دلك غصين جفين دلكا دعوبا يؤدي إلى انطلاق القوة القمرية الهاجعة فيهما لتعطيه دفءا ونورا بعد أن أعطته ثمرا عطية أخرى من عطايا الأم القمرية وقد استمر أسلوب استثارة النار بالدلك قائما ألوف السنين ومنه استمد رمز الصليب العشتري ربما أول دلالاته فالصليب هو ذلك الغصنان الأولان اللذان أطلق النار لأول مرة وهو بذلك رمز للقوة الإخصابية الكونية في تصورها الأولي تعبر الأعمال التشكيلية عن هذا المعتقد بأبلغ مما يمكن لأي كلام أن يفعل كما هو الحال في رسم من كريت المكان التقليدي لعبادة الأم الكبرى وابنها الثور حيث كانت تلقب بتلك التي تشع على الجميع والسيدة الندية وحيث كانت طقوس الندى المخصب تقام لها في كل الهياكل في شكل وجده في كريت نجد كهنة تتعبد أمام محراب فوقه شجرة زيتون مورقة وتحت الشجرة يشرق القمر الهلال روح الإخصاب التي تمد النباتة بقدرة الحياة فالحياة النباتية وفق المعتقد العشتاري لم تظهر بأمر سماوي أعطاها الدفعة الأولى بل هي قائمة بنسمة من روح الأم القمرية الكبرى تسكن فيها وتعطيها استمرارها في كل لحظة والشجرة الدانية القطوف ليست سوى يد عشتار التي تمدها مليئة بخيرات الأرض مثبتة أمومتها للبشر وذلك على عكس المعتقدات الذكرية التي تنظر إلى الحياة النباتية كظاهرة خاضعة للفعل الإلهي المفارق شأنها في ذلك شأن بقية ظواهر الكون نقرأ في كتاب التورا وقال الرب لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبرز برزا وشجرا ذا ثمر وكان كذلك لم تعبد عشتار كروح للخصوبة وربة للحياة النباتية فقط مع اكتشاف الزراعة فمنذ زمن بعيد راقب الإنسان التبدلات التي تطرأ على وجه الأرض خلال الفصول وظهور النبات وخضرة الأشجار في الربيع ثم اختفائها في الخريف ولما كان يعتمد في جزء من حياته على التقاط الثمار والنقب عن الجذور وفي جزئها الآخر على حيوانات الصيد التي تأكل من الأعشاب فقد كان ينظر بقلق إلى جفاف الأرض وغياب مظاهر الخضرة في البراري والغابات ويلبث طيلة فترة الشتاء ينتظر بفارغ صبر عودة روح الإنبات إلى الظهور ويقيم التقوص التي تعينها على ذلك لم يكن هذا التناوب الدوري مفهوما لديه فربطه بحركة القدرة الإلهية إن موت النباتات في الخريف وحياتها في الربيع هو غياب عشتار روح الخصوبة الكونية وعودتها حية قوية متجددة والاحتجاب الشهري للأم القمرية هو الآن احتجاب سنوي لأم الخصوبة وروح الإنبات في الخريف تهبط عشتار إلى العالم الأسفل لترقد هناك طيلة فصل الشتاء ومع الربيع تنتفض من مرقدها ملونة وجه البسيطة بكل أخضر بهج هذا تصور الأسطوري البدئي قد نضج وأخذ كامل أبعاده مع اكتشاف الزراعة واعتماد الإنسان في غذائه بشكل أساسي على القمح والحبوب الأخرى فاكتملت أسطورة هبوط الأم الكبرى إلى العالم الأسفل وأخذت صيغتها النيولوتية التي نستطيع تلمس آثارها ومعالمها الرئيسية في أساطير عصر الكتابة وإن بعض الأعمال الفنية التشكيلية اللاحقة لتعطينا صورة حية نابضة عن هذه الأسطورة الزراعية الأولى في شكلها الأصلي رغم بعد العهد وتكاثف الحجب ففي رسم على الخزف من فترة نضج الثقافة الإغريقية نجد عشتار كروح للخصوبة والإنبات تبعث من الأرض في فصل الربيع داخل أكمة صغيرة أشبه بالقبر ومعها تصح الأشجار والأغصان المزهرة والأوراق الخضر وحول الإلهة عدد من أنصاف الآلهة يبتهجون لرجوعها تحولت عشتار عصور الصيد والالتقاط والحياة البرية إلى عشتار العصر النيوليتي عصر الزراعة والإنتاج المنظم للغذاء ولكن دون أن تفقد خصائصها القديمة فصارت إلهة للطبيعة بنوعيها الطبيعة البكر بغاباتها العذراء وبراريها الوحشية وقطعانها الجامحة والطبيعة المدجنة بحقولها المحروثة ونتاجها المنظم وحيوانها الأليف روح الغاب وروح القمح والحبوب إلا أن هذه الصورة الواحدة قد فقدت تمسكها تدريجيا وانفصمت إلى صورتين عشتار البرار القديمة ونموذجها أرتميس اليونانية وديانا الرومانية وعشتار الزراعية ونموذجها عشتار البابلية وديمتر اليونانية روح الغاب إن ستارا كثيفا يحول بيننا وبين عشتار النبع الصافي حيث كانت تستحم وحدة في بحيرتها وسط الأضغال محاطة بحورياتها العذراوات أو تجري في البرار الوحشية على جناح الريح فيسمع لخطوها فوق الأعشاب الطويلة وسيقان القمح البري وقعا خفيفا أو تهدأ في محرابها القائم وسط الأحراش قبل أن تقام لها المعابد في المدن الكبيرة وقبل أن يشاركها السلطان ذكور الآلهة بيد أننا نستطيع اقتفاء أثارها والبحث عن ملامحها في بعض إلهات الثقافة الذكرية اللواتي حافظنا على شيء من صفاء الصورة الأولى تقدم لنا الإلهة اليونانية أرتميس نموذجا حيا عن الأم الكبرى لعصر الصيد والالتقاط والعصر الذي تلاه وتعايش معه رتحا وأعني به عصر الاستقرار قرب حقول الحبوب البرية حيث كان الإنسان يحصد ما تجود به الطبيعة دون أن يعرف كيف يعيد إنتاجه كانت أرتميس في الثقافة اليونانية ربة الغابات والبحيرات واليانبيع والنباتات البرية والحيوانات الطليقة وربة للصيد تمثلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة شابة رشيقة القوام خفيفة الحركة قاسية الملامح لا تعرف الابتسام رغم جمالها الفائق ترتدت النورة القصيرة التي تكشف عن ركبتيها وتمسك بيدها القوس وتضع على كتفيها جعبة السهام وفي قدميها صندل الصيادين يرافقها في حلها وترحالها كلابها المتوحشة ويشب عن يمينها ويسارها الأيائل والغزلان لا تقام لها المعابد في المدن والأماكن المأهولة بل في الأحراش حيث تتلقى قرابين عبادها من بكور مواشيهم وبواكير ثمار شجرهم ومن بعض الأساطير المتأخرة نستنتج أن القرابين في الماضي كانت تتضمن أيضا أضاحي بشرية ففي إلياذة هوميريوس تجعل أرتميس الرياح ساكنة أمام سفن اليونان فلا يستطعون تقدما حتى يذبح أغممنون ابنته أفجينيا قربانا لها من ألقابها العذراء لم تتزوج طيلة حياتها ولم تعرف رجلا ولم تكن تقبل في خدمتها سوى الفتيات العذروات اللواتي كنا يقمن دوما على حراسة النار المقدسة وإبقاء شعلتها حية في هيكلها وكان على هؤلاء الإبقاء على بكارتهن طيلة الحية وإلا تعرضن لانتقام الإلهة الرهيب تروي الأساطير إنها قد وقعت في الحب مرة واحدة ولكنها قتلت من أحبته خطأا عندما طلب منها أخوها أبولو أن تصوب سهمها نحو نقطة تتحرك في البعيد ليمتحن دقة رمايتها وهو عارف بأن تلك النقطة المتحركة لم تكن سوى الرجل الذي أحبت فكان أن قتلته وكربة لخصوبة الطبيعة البكر كانت أرتميس أيضا ربة لخصوبة النساء وإلهة للولادة والأمومة تستغيث بها الحاملات ساعة الوضع لتكون حاضرة أمام سرير الميلاد ولهذا تصورها بعض الأعمال الفنية أحيانا على عكس صورتها الشائعة ممتلئة الجسم يبرز من صدرها عشرات الأثداء وتزين جيدها وثوبها الطويلة برؤوس حيوانات الغاب المختلفة هذا وتقدم لنا ديانا روح الغاب عند الرومان مثالا آخر فهي إلهة للغاب والبرار الوحشية وحيوان الصيد أقيم هيكلها الرئيسي في غابة نيمي تحت أقدام جبال ألبان على شاطئ بحيرة كبيرة تسمى مرآة ديانا وما زالت الغابة وبحيراتها قائمة إلى يومنا هذا بكل جمال صورتها السابقة عندما كانت مرتعا للآلهة وديانا الرومانية كزميلتها الإغريقية كانت عذراء وكانت النار المقدسة في هيكلها مشتعلة ليلا نهارا تحرسها عذروات النار المنذورات كما كانت ربة الولادة تخفف آلام الحاملات عند الوضع وفي وسط غابة نيمي كان هناك شجرة كبيرة وارفة اعتقد عباد ديانا بأنها تجسيد للإلهة نفسها هذه العذراء المتوحدة الجميلة الصارمة هي التي عبدها النساء الأمازونيات لأنها تمثل صورة الأم الكبرى للعصر الأمومي القديم عندما كانت عشتار ولا أحد معها بلا زوجين أو ولد تحكم وحيدة في مركز الطبيعة الخصبة البكر وحولها كاهناتها العذروات اللواتي ما زلنا يعيشنا بين ظهرانين اليوم في ثياب رهبات السيدة مريم العذراء عبد الإنسان الأول روح الغاب ممثلة في الشجرة ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة بذاتها بل نحو الروح الكامنة فيها ثم بدأت أشتار تخرج من الشجرة في شكلها الإنساني الجميل فحفرت على الجذع وصارت تعبد شجرة وشكل الإنساني مصورا ثم غادرت الشجرة تاركة محراب الغابة الصغير وحلت في التماثيل الرخمية التي تتصدر معابد المدن الضخمة ولكن الشجرة لم تفارقها تماما بل بقيت رفقتها في كثير من الأعمال الفنية التشكيلية ففي بلاد الرافدين تظهر الشجرة مرارا خلف عشتار بشكل يوحي للناظر بالوحدة بين الشكلين وإشارتهما تبادليا للقدرة الإلهية الواحدة وفي ختم بابلي نرى عشتار جالسة وعلى رأسها تاج على هيئة قرنين من خلفها تنتصب شجرة وفي حضنها تموز الوليد الذي يبدو منطلقا من حجرها إلى الأمام وكأنه قد انبثق من جذع الشجرة ومن رحم الأم الكبرى في آن معا وتؤيد الأسطورة السورية هذا المعنى الكامن في الصورة عندما تقول إن الإله أدونيس قد ولد من شجرة المر التي حملته في جذعها عشرة أشهر قبل أن تنشق قشورها وتسمح للإله الوليد بالخروج وقد قامت الأسطورة اليونانية بزخرفة هذه الأسطورة القديمة على طريقتها فقالت إن شجرة المر كانت فتاة جميلة وابنة لملك قبرص حملت من أبيها سفاحا ثم تحولت إلى شجرة النمى في داخلها الإله هذه الشجرة أم الإله ليست في الحقيقة إلا عشتار نفسها التي عبدها الإنسان القديم في هيئة الشجرة الممثلة لروح الغاب وفي الفن الكريتي والفن الإغريقي القديم إبان مرحلة تأثره بالميثيولوجيا الكريتية الأمومية نجد الشجرة مرافقة للأم الكبرى في كثير من الرسوم والنقوش ففي نقش من مينيسيا نجد عشتار جالسة كجلستها في الشكل البابلي وراءها شجرة تنؤ بثمارها الدانية التي تمتد إليها يد فتاة بالقطاف وفي يدها غصن من زهر الخشخاش وأمامها عدد من الكاهنات في أيديهن تقدمات من أغصان مورقة ومزهرة وفي وسط الشكل الفأس المزدوج رمز الرعد والبرق والصاعقة وفي أعلاه حزام المجرة والقمر والشمس وقد عبدت الأم الكبرى في جزيرة العرب مجسدة بالشجرة يحدث ابن هشام في روايته للسيرة النبوية إن عرب نجران كانوا يعبدون نخلة طويلة يأتونها كل سنة في يوم معين فيعلقون عليها الثياب والحلية النسائية ويعكفون عليها طيلة يومهم وإن أهل قريش كان لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عليها يوما وفي رواية عن ابن الحارث بن مالك الليثي قال خرجنا مع الرسول إلى حنين ونحن حديث العهد بالجاهلية فرأينا ونحن نسير معه سدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الرسول الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقد رأينا في الفصل السابق كيف عبد العرب أيضا إلهتهم العزة مجسدة في ثلاث شجرات وهي العزة التي أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم شاتا عفراء عندما كان على دين قومه وكان جذع الشجرة لدى الكنعانيين ينصب في محراب الأم الكبرى عستارت أو عشتاروت وتقدم له فرض العبادة باعتباره تجسيدا لإلهة الطبيعة كما كانوا يقيمون طقوسا خاصة تحت الأشجار الخضراء في المرتفعات العالية وقد ورد ذكر هذا الجذع في كتاب التوراة في معرض الحديث عن الصراع بين الديانة العشتارية الكنعانية والديانة اليهودية وأطلق مؤلف التوراة عليه اسم الثارية وجمعها ثواري وقد سار اليهود على خطى الكنعانيين في عبادة عشتار وشجرتها وكان كثير من ملوكهم على دين السوريين كان أحاز ابن عشرين سنة عندما ملك وملك ست عشر سنة في أرشاليم ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه بل سار في طريق ملوك إسرائيل وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم الإله بعل وذبح وأوقد على المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء وكان منسى ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك وملك خمسة وخمسين سنة في أرشاليم وعمل الشر في عيني الرب وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حصق أبوه وأقام مذابح للبعليم وعمل سواري وعمل آخاب سواري وزاد آخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع الملوك الذين قبله وهكذا نرى أن أكثر الديانات الذكرية تزمتا لم تستطع محو عشتار وشجرتها المقدسة من قلوب عبادها إن الاعتقاد القديم بتجسيد الشجرة لروح الخصوبة قد استمر في أشكال مختلفة وحفظت لنا معتقدات القبائل البدائية في العصر الحديث بعض آثاره ففي بورما جرت العادة لدى بعض القبائل أن يخرج أفرادها عند انحباس المطر إلى الحرش القريب فينتخبون أكبر الشجرات ويطلقون عليها اسم إلههم الموكل بالخصب والمطر ثم يقدمون لها القرابين من خبز وثمار وطيور ويتضرعون إليها قائلين أيها الإله ارحم عبادك الفانين لا تحبس عنهم المطر أيها الإله تقبل قرباننا وهبنا مطرا لا يكف ليل نهر وتعتقد بعض القبائل الإفريقية بأن آلهة الإنبات تتجسد في بعض الأشجار الطويلة الضخمة فتخرج إليها في مواسم معينة فتصلي وتضرع طالبة محصولا وفيرا وغلى ثم يرقص النساء والرجال في أزواج حولها حاملين في أيديهم حزما من القمح وفي شمال الهند تعتقد بعض القبائل بقدسية شجرات جوز الهند إذ يرون فيها تجسيدا لإلهة الخصوبة والتوالد فيخرجون إليها ويسكبون فوق جذورها ماء التقدمات المقدس طالبين إليها مباركة نسل الإنسان والماشية وفي أوروبا كانت عبادة الشجرة من العبادات الرئيسية عند الفتح الروماني لها وكانت شجرة البلوط من أكثر الأشجار قدسية وتجسيدا للقدرة الإلهية المخصبة وإلى يومنا هذا ما زال أهل الريف في أوروبا يقومون بشعائر لا تخفي طابعها العشتاري القديم ففي أول أيام الشهر آيار يقام في كثير من المناطق الريفية الأوروبية احتفال يبدأه الفلحون بالتوجه إلى الغابة فيقططعون شجرة يحملونها إلى وسط القرية حيث ينصبونها في الساحة ويحتفلون حولها أو يأتي كل منهم من الغابة بغصن فيعلقه على باب بيته لاستمداد البركة من روح الشجرة وقد تثبت هذه الأغصان على أبواب الحظائر لتكثر من مواليد الماشية وتجري اللبن غزي